المهلة التي منحها اتحاد العاملين في وكالة الغوث لإدارتها انتهت ومعها بدأت مرحلة جديدة من التصعيد هي وقف العمل المكان في جميع إدارات ومراكز الوكالة التعليمية والصحية والخدمية أما الزمان فيمتد إلى ساعتين والمطلوب تحقيق مطالب العاملين إلغاء الإجازة الستثنائية بدون راتب وإعادة العلاوة السنوية بأثر رجعي مع ضمانات بالعلاوة الجديدة للسنة القادمة صرف رواتب 11 و12 دون أي تأخير وحماية صندوق الادخار لأنه مستقبل شيخوخة الموظفة لتقاعده وتعيين الميوم وذوي العقود المؤقتة تعويل العاملين في وكالة الغوث على مؤتمر المانيحين الأخير لسد العجز المالي ذهب أدراج الرياح وما تم توفيره من أموال بلغت 38 مليون دولار من منظور المعتصمين هو مجرد ذر للرمادي في العيون مؤامرة نعتبره يحدث للاجئين الفلسطينيين باتجاه شطب هذه القضية والقضية ليست قضية تقفيض نفقات بل هناك موضوع سياسي بالأساس وهو شطب وكالة الغوث لماذا وكالة الغوث؟ وكالة الغوث هي الرمز الحي العقيقي الموجود حاليا والذي يعبر عن قضية اللاجئين والذي يعبر عن اللاجئ الفلسطيني هناك تواطئ أمريكي صهيوني وللأسف رجعي عربي أزمة وجود تعيشها وكالة الغوث وفق الأمم المتحدة فالعجل السنوي المتواصل وضعها على شفال انهيار ما دفعها إلى إجراءات تقشفية على مدار سنوات وصلت إلى الذروة هذا العام الورقة الأخيرة في جعبة اتحاد العاملين للضغط على إدارة وكالة الغوث والدول المانحة هي الإضراب المفتوح عن العمل الذي يقولون إنه على الأبواب لتأكيد أن حقوق الموظفين خط أحمر لنا شهين عمان آل ويدين